اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شارك شارك قرش وهو سمكة القرش شارك شارك سمكة القرش شاب شاب يعني محلة او متجر اللي احنا بنشتري منه الاشياء شاب شاب ادي حرف الاس اتش ينطق شا شيب شيب خروف شيب خروف اس اتش تنطق شا عندنا ايه كمان شارت شارت قميص شارت قميص ادي دا اسمه ايه قميص حرف الاس اتش هنا برضو ينطق ايه شا اما دا اسمه تي شارت تي شارت ادي تي شارت شكله كده يشبه حرف تي كأنه دا الجزء اللي فوق من حرف التي وادي الواحد زي تي دا بالزبط عشان كده بنقول عليه ايه تي شارت تي شارت ادي الاس اتش ايه تنطق شا فش سامكة فش سامكة الاس اتش جاي ايه في اخر الكلام برضو تنطق شا ترعش ترعش اللي هي سلة المهملات سلة القمام ادي الاس اتش جاي في اخر الكلام وبردو هننطقها شا يبقى الاس اتش سواء في بداية الكلمة او في نص الكلمة في المنتصف او في اخر الكلمة ينطق ايه شا نقول الكلمات تاني عندنا شاربينر براية شاربينر براية شارك سمكة القرش شارك سمكة القرش شا محل شا محل شيب خروف شيب خروف شارت قميص شارت قميص تي شارت تي شارت يعني تي شارت فش فش سمكة سلة القم هنا طيب نشوف حرف ال-s-h احنا قلنا عليها هيونطق ايه ش اما هنا هناخد حرف ايه ده ا ال-a معها ار كأنك بتقول ا زي ايه شارك شارك سمكة القرش ادي حرف ال-a وال-ar تنطق كأنها ا شاربنر شاربنر ادي ايه ا سيارة فيها ايه ار برده سيارة نشوف صفحة 129 فيها ايه هنتعلم حاجة جديدة ايه هي الكلمات لو احنا بننطقها على مرة واحدة هنقول عليها وان سالبل انت مش مطلوب انك تحفظ وان سالبل المفروض تفهم الكلمة دي هننتقها على كم مقطع يعني لما نقول شيب شيب ده خروف قلنا على كم مرة قلنا على مرة واحدة قلنا الكلمة على مرة واحدة شيب شيب قلناها على طول شاب شاب هادي كمان ده اسمه وان سالبل مقطع واحد شارك برضو قلنا شارك على طول مقطع واحد يعني موقفناش في وسط الكلمة احنا بنقولها شارت شارت فش تراش كار كل دول كلمات مقطع واحد الصوت بتاعها بنقوله على مرة واحدة اما هنا في كلمات تانية بنقولها على اكتر من مقطع لو شفنا الكلمة دي اسمها ايه تي شارت تي شارت كأننا قلناها على تو سالبلز يعني مقطعين اتنين كأننا قلنا تي سكتنا كده وبعد كده قلنا ايه شارت تي شارت يبادي ايه مقطعين اتنين اما دي تلات مقاطع ازاي احنا بنقولها بنقول شارت ان ار فنقولها على بعضها شارت بي نار شارت بي نار شارت نار شارت نار كأننا قلناها على تلات مرات تلات مقاطع اسمها ايه ثري سالبلز طيب نشوف هنا صفحة 130 عليها لسون فور اكتافيتيز انشطة على لسون فور اللي احنا اخدنا دلوقت اكتافيتي وون نشاط واحد دولي استمع ورقم الصور انا هقول كلمة وانت تقول رقمها ايه هقول اول حاجة شيب شيب فان شيب هادي شيب يبقى نجيب القلم علشان نكتب هنا اني دي نمبر ون اول كد ما احنا قلناه بعد كده شاق شاق هادي شاق اللي هي نمبر تو طيب تي شيرت تي شيرت هادي نمبر ثري دي الكلمة التالتة اللي اتنا قلناها اكتافيتي تو نشاط اتنين بيقول ايه انظر وضع دائرة عندنا هنا كلمتين وفي صورة طيب الكلمة انهي كلمة في دول تنطبق على الصورة دي هل الصورة دي تراش ولا شيب طبعا تراش تراش اللي هي ايه القمامة سلة القمامة طيب ده ايه شاق ولا شارك طبعا شارك شارك اللي هو ايه سمكة القرش الرسم ده عبارة عن ايه فش ولا شارك طبعا شارك اللي هي ايه براية اكتيفتي سري شاط تلاتة بيقول ايه انظر واكمل عندنا دي ايه طبعا عارفينها كلنا تبدأ بحرف سي اللي هي ايه كار يبقى هنكتب هنا باقي كلمة ايه كار ادي الايه هنكبرها وادي كمان بعدها فاضل حرف اللي هو ايه ار طيب دي سمكة سمكة عن ايه فش احنا حافظينها اغنية ف اي اس اتش ادي الاس وادي هنا اتش طيب ده ايه شارت شارت يعني قميص احنا قلنا هيبدأ بحرف اس وبعده اتش عشان يدينا الصوت ش طيب نشوف هنا صفحة مية اتنين وثلاثين فيها اكتيفتي فور نشاط اربعة لق انظر read اقرأ and write واكتب شاربنر شاربنر اللي هي ايه بالرعية عايز يعرف الكلمة دي مكونة من كم مقطع هنقول عليه كم مقطع فاكرين قلنا ان هي بتتكون من ثلاث مقاطع عشان احنا بنقولها شاربنر 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 دول كم مقطع ثلاثة طيب شيب كم مقطع يعني مقطع واحد احنا قلناها على مرة واحدة طيب تي شاربنر تي شاربنر كم مقطع اتنين يعني قلناها على مرتين سكتنا كده قلنا تي وسكتنا شوية قلنا شاربنر يبقى دول مقطعين اتنين اكتيفتي فايف نشاط خمسة بيقول انظر واكتب عايزنا نكتب الكلمات تحت الصور دي دي اسمها ايه شارك شارك اللي هو ايه سمكة القرش ايه دي شارك اما دي سهلة جدا ثلاث حروف اللي هي ايه كارد دي ايه شيب شيب اللي هو ايه خروف ايه دي شيب خروف طيب نشوف هنا اكتيفتي سيكس النشاط ستة بيقول ايه كابي زا فالوينج يعني انسى خلقاتي بخطك الجميل هتكتب اي لايت شاركس اند كارز انا احب القرش والسيارة كده احنا وصلنا لصفحة كام مية اثنين وتلاتين خلصنا لسون فور ان شاء الله المرة القاتمة ناخد لسون فايف ونكمل كمان باقي دروس منها بتاعنا تابعونا على قناة انجليز ابتدائي مع مسانا يا السمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته